اهلا وسهلا بكم في المهاضرة السابعة من دولة تعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي في هذه المهاضرة رح نشرح كيفية حساب المدة المتبقية من تاريخ انتهاء الصلاحية وطبعا رح نستخدم دالة مهمة اللي هي دالة دايد دف طبعا رح نشرح في هذا التطبيق دالة من دولة اكسل اللي هي دالة دايد دف طبعا للأسف هذه الدالة تم ازالتها من برنامج اكسل في حال الوندو وتم بقاءها من خلال بنائها بشريط الدالة بداية نشرح هذه الدالة طبعا الدالة اسمها دايد دف تتكون من ثلاث مكونات المكون الاول اللي هو تاريخ اليوم اللي هو تدي فارزة منقوطة وتاريخ الصلاحية او النفاذ وفارزة منقوطة وانترفل المدة طبعا نحاول انه نوضحهم بشكل اكثر today اللي هو تاريخ اليوم طبعا رح نفتح قوس ونكتب today ونفتح قوس لtoday ونسده وطبعا دائما نفصل بين مكون ومكون في دوال اكسل بالفارزة المنقوطة اللي هي السمي كولوم طبعا رح نكتب today وفارزة منقوطة ومن ثم تاريخ الانتهاء يحدد بالماوس طبعا تاريخ انتهاء الصلاحية يحدد بالماوس فارزة منقوطة والانترفل المدة طبعا ياما رح تكون المدة بالسنوات ياما تكون المدة بالاشهر ياما تكون المدة بالايام اذا كانت بالسنوات رح نرمز للسنوات بالحرف y وطبعا يكون بين double cotation او two double cotation في حال اذا كان بيالاشهر رح نرمز للرمز m وطبعا ايضا تكون بtwo double cotation او ممكن يكون بالايام رح نرمز للايام اللي هو d ورح يكون بين two double cotation طبعا رح نطبق هذه الدالة بشكل سهل وبسيط ورح تشوفون انه هذه الدالة فعالة جدا وسهلة بالتطبيق نجي الى عندنا هنا هذا الجدول بنوع الوثيقة تاريخ النفاذ عدد السنوات المتبقية عدد الاشهر المتبقية وعدد الايام المتبقية طبعا هنا عندنا جواز السفر والبطاقة الشخصية واجازة السوق وعاقة الايجار وطبعا نقدر نضيف يعني اي امور احنا نريد مثلا الدواء او اي امور اخرى يعني نقدر ننفذها بهذه الطريقة طبعا عندنا هنا تاريخ النفاذ اللي هو خاص بكل وثيقة وحتى ذا عندنا مثلا دواء او صنف معين ايضا نخلي تاريخ النفاذ نريد نحسب عدد السنوات المتبقية نحدد هذه الخلية ونصعد بهذا الشريط وطبعا نكتب الدالة اللي هي date diff طبعا نكتب يساوي date diff diff di f ونفتح قوس قلنا بالبداية راح نكتب today t o d a y ولا ننسى انه الاقواص الخاصة بي today طبعا فارزة منقوطة اللي هي حرف كاف فقط بعدين راح نحدد تاريخ النفاذ يحدد بالماوس وضروري انه تاريخ النفاذ يحدد مقابيل الخلية اللي جاي نطبق بيها الدالة يعني هنا جواز السفر هنجاي نطلع لهذه اول وحدة فنحدد هذه الخلية وطبعا لا ننسى انه نضغط على f4 ثلاث مرات واحد مين ثلاثة بعد ذلك فارزة منقوطة اللي هو حرف كاف ومن ثم شفت وطاء ونكتب المدة قلنا بالسنوات يعني راح نرمز للسنوات بالحرف y وطبعا شفت وطاء مرة ثانية وبعدها نسد القوس date diff ونفتح القوس لdate diff today اللي هو تاريخ اليوم فارزة منقوطة نحدد بالماوس تاريخ النفاذ ونضغط ثلاث مرات على f4 من الكيبورد ومن ثم فارزة منقوطة وحرف y بين 2 double quotation mark ثم نسد القوس ومن ثم enter راح يطينا هنا صفر من السنوات ليش لأن عندنا 1-1-2020 وحنا عبرنا 1-1-2019 أي أنه عندنا أقل من سنة فبالتالي عندنا صفر من السنوات نسوي هاندول لي البقية نلاحظ أنه هنا راح يطلع لنا خلل طبعا سبب هذا الخلل أنه هو تاريخ النهاية أصغر من تاريخ اليوم يعني 1-1 اللي هو تاريخ الانتهاء مر قبل فترة من تاريخ الآن اللي هو 27-4-2019 وبالتالي راح يصير عندنا خلل بيئة دالة طبعا راح نشرح شون نعالج هذا الخلل إن شاء الله بعد قليل أي أنه هنا في هذا المكان تم انتهاء الصلاحية نجي نحسب عدد الأشهر المتبقية طبعا يساوي نكتب أيضا date وطبعا نفتح قوس نكتب today-to طبعا نقدر نختارها نسد القوس الخاصة بtoday فارزة منقوطة وتاريخ النفاذ ثلاثة مرات F4-1-2-3 ومن ثم راح يكون شف توطاء ونكتب M شف توطاء ونسد القوس ومن ثم Enter راح يطيني ثمانة أشهر متبقية طبعا أيضا هاندل وهنا راح يطيني مشكلة لأن تاريخ النفاذ منتهي الصلاحية نجي إلى عدد الأيام بنفس الطريقة يساوي ونكتب date-def D-A-T-E D-I-F ونفتح قوس نكتب today وطبعا نسد القوس فارزة منقوطة ومن ثم نحدد تاريخ النفاذ ثلاث مرات F4 بعدين فارزة منقوطة ومن ثم شف توطاء نكتب D شف توطاء مرة ثانية ونسد القوس نلاحظ أنه صارت المعادلة سهلة وبسيطة بعدين Enter وحطينا عدد الأيام المتبقية لا ننسى هنا نعدنا الخطأ بسبب أنه مثل ما نوهنا قبل شوية أنه تاريخ النفاذ منتهي الصلاحية طيب كيف نعالج تاريخ النفاذ طبعا نحدد عدد السنوات ونصعد بالشريط وطبعا نحدد هذه المعادلة كلها معدل يساوي وكليك ايمن قص ناخذ قص وبالباكس بيس نمسح نمسح اليساوي ومن ثم Enter نحدد هذه الخلية ونروح على صياغ ومن ثم منطقي ومن ثم F-Error طبعا احنا شرحنا هذه الدالة بالمستوى المتقدم بالتفصيل نلصق المعادلة اللي أخذناها ونكتب هنا منتهي أو تم انتهاء الصلاحية منتهي الصلاحية ومن ثم موافق ونسوي handle إلى الأسفل مثل ما نلاحظه هنا راح تطلع عندنا منتهي الصلاحية بنفس الطريقة نحدد هذه الخلية الأولى ونحدد المعادلة معدل يساوي وطبعا نقص bug space Enter ونرجع نحدد الخلية الأولى ونروح على صياغ منطقي وF-Error وبعدين ctrl-V أو لصق ونكتب هنا منتهي الصلاحية بعدين موافق بنفس الطريقة نسوي handle ونطبق الجزء الثالث اللي هو بالأيام Enter ونرجع هنا طبعا احنا أخذنا قص من خلال ctrl-X نروح على صياغ منطقي F-Error ونكتب هنا ctrl-V ونجي في هالخلية أو في هالمكان راح نكتب تم أو منتهي الصلاحية نلاحظ أنه تم عطائنا المدة بالأيام والأشهر والسنوات وفي حال أنه تم انتهاء الصلاحية راح يطينا تم انتهاء الصلاحية أو كلمة منتهي الصلاحية طبعا ممكن نستخدم data validation التنسيق الشرطي بحيث أنه إذا وصل عدد الأيام المتبقية أقل من شهر أقل من ثلاثين يوم راح يطينا تنويه أنه بعد ثلاثين يوم راح تنتهي الصلاحية وإذا انتهت الصلاحية راح يطينا تنويه باللون الأحمر شلون راح نطبق هذه العملية نحدد هذه الحقول كلها طبعا من جواز السفر إلى آخر خلية تحدد ونروح على الصفحة الرئيسية ومن ثم من تنسيق شرطي نجي إلى قاعدة جديدة بعد ما راحنا على قاعدة جديدة نختار استخدام صيغة لتحديد الخلايا التي سيتم تنسيقها نكتب هنا في هذا المكان نحدد عدد الأيام المتبقية كلها هذا العمود كله طبعا ما عدى الأولى من هذا الخيار يحدد كله ونضغط على F4 مرتين واحد اثنيا ونكتب أقل طبعا الأقل راح تكون shift وو طبعا لازم بالإنجليزي shift وو أقل أو يساوي 30 ونمطي تنسيق اللي هو راح يكون باللون الأصفر موافق طبعا نلاحظ أنه طبعا تم تحديد هذا العمود كله من خلال الماوس وطبعا نضغط على F4 مرتين وأصغر أو يساوي 30 اللي هو 30 يوم ومن ثم موافق نلاحظ أنه هنانا عدنا 25 يوم فنطاني التنويه إذا أنا أريد أنه يطلع لون أحمر للجزء اللي منتهي الصلاحية طبعا نحدد هذا طبعا نحدد الخلايا هذا الجدول ونروح على تنسيق شرطي ومن ثم قاعدة جديدة ونختار استخدام صيغة لتحديد الخلايا التي سيتم تنسيقها ومن هذا الخيار راح نحدد أنه عدد الأيام اللي منتهي الصلاحيتها وطبعا لا ننسى أنه نضغط على F4 مرتين واحد اثنيين وطبعا راح نكتب هنانا تساوي نحدد مرة ثانية الخلية اللي بيها منتهي الصلاحية مثلا هذه الخلية ومن ثم نختار تنسيق شرطي ونكتب اللي هو اللون الأحمر وطبعا موافق وبعديا موافق راح يطلنا أنه هنانا منتهي الصلاحية طبعا هذا التنسيق الشرطي بشكل دايناميك متغير يعني هنانا 2019 اللي أقل من 25 لو كانت 2020 أو مثلا 2022 راح يزال اللون الأصفر وباعتبار أنه تبقى أكثر من 30 يوم وما راح ينبهنا أو يطينا تنويه طبعا العملية سهلة جدا تحتاج لها شوية تركيز ممكن أنه تعدون المحاضرة مرة مرتين راح تشوفوها كلش بسيطة نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر